اكد معاليدكتور علي بن فاضل الوعينين النائب العام أن القضايا التي عرضت على نيابة الجرائم الإرهابية تعتبر من أخطر القضايا مشيرا إلى إنجاز 94% منها حيث بلغ عدل قضايا الجرائم الإرهابية 18 قضية أدين فيها 422 منهما منذ عام 2011 وقد شدد نائب العام في مؤتمر صحفي عقدته نيابة العامة صباح اليوم لعرض تقريرها السنوي شدد على أن عقوبات هذه القضايا يجب أن تكون رادعة مضحا أن جميع هذه القضايا مرتبطة بما يسمى بحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني باستثناء قضية واحدة فقط تتعلق بتنظيم داعش الإرهابي وفيما يخص الجنايات قال نائب العام أن عدد قضايا الجنايات بلغ 2631 في عام 2015 مؤكدا أن هناك رقابة من النيابة على جميع الأحكام القضائية ولافتا إلى أن حصيلة الغرمات والكفالات في 2015 بلغ 5 ملايين دينار من جانب آخر أكد البعينين أن نيابة العامة تعمل على تدريب كوادرها بما يخص التعامل مع الجرائم الإلكترونية ومضيفا أنها تبحث مشروع قانون الوساطة الجنائية بمساعدة خبراء أجانب وأشار إلى أن نيابة العامة تعمل حاليا على إنهاء قضايا المرور خلال شهر واحد وإحالتها للمحكمة ومضيفا أن قسما خاصا بالنفيذ أحكام قضايا المرور سيدشن قريبا القانون حدد جرائم معين ووضع له عقوبات من خلال التحققات التي تقوم فيها النيابة العامة يبين لنا ما هي هذه الجرائم أو هذه الأفعال التي تتعرض جرائم وبالتالي من خلال القانون ومنص عليه القانون تكون هذه العقوبات أنا دايما نقول الجرائم الإرهابية هي من أسوأ الجرائم فتفجير مسجد أو تفجير ناس في مسجد أو في مجمع تجاري أبرياء ليس لهم ذنب للتواجد للصلاة أو التواجد للتسوق هو أمر سيء جدا يجب محاسبتها للرهابيين ويجب أن تكون الأحكام والرادعة بحقهم ليكون هناك حق الأمرين الرادعة الخاص بالنسبة للمتهم والرادة للعام بالنسبة لأفراد المجتمع نحظنا في بعض التأخير في بعض قضايا المرور فصار التنسيح مع ليلة العامة المرور بسرعة إحالة القضايا من المرور إلى النيابة العامة وهذا الآن في خلال يومين إلى أقصاها مدة أقصاها أربعة أيام تحال النيابة العامة النيابة العامة خلال أسبوعين أو ثلاثة سبيع بالأكثر تحال المحكمة والمحكمة أيضا تقوم بإجراءات سريعة الآن بتريننا المرحلة الأخيرة هي تنفيذ الأحكام فالآن رح ننشئ قسم جديد في النيابة المرور هو مهمته تنفيذ الأحكام الصادرة في محكمة المرور لأننا نعلم من كثير من القضايا تتعطل بانتظار حكم في سبيل موضوع شركات التأمين للقيام بإصلاح السيارة أو بالتعويضات أو الآخر